موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بهذا الشهر طبعا نحتفل بعيد الميلاد ميلاد ربنا يسوع المسيح هذا الشهر منحتفل في التقويم الغربي وطبعا في يناير منحتفل في التقويم الشرقي على أي حال ولادة يسوع المسيح ولادة فريدة متميزة عجيبة ليس أن فقط المسيح قسم التاريخ إلى قسمين ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد ولكن شخص المسيح المتميز الفريد الكامل كل ما هو يتعلق في يسوع المسيح فعلا شيء متميز وكامل ولكن من مهد المسيحية من بداية المسيح شن الشيطان هجوم شرس عنيف حرب ضارية وضروس ضد هوية وشخصية يسوع المسيح من البداية حتى لما هيرودوس الملك سمع عن الطفل المولود ملك اليهود طلب من المجوس اللي جاءوا من المشرق أنه يخبروا عن مكان الولادي وطبعا كان بخداع قال حتى آتي وأسجد له ولما أدرك أن المجوس غيروا مصارهم وأنه فعلا يعني ما تمش اللي كان مفكر فيه القضاء على الملك من البداية الرب في حلم ظهر ليوسف وذهبت العائلة المقدسة إلى مصر وفي هذه الفترة أحبائي قتل هيرودوس كل أطفال بيت لحم والقرى أو المحيطة المجاورة حاول بيت لحم وكان فيه صراخ وبكاء عظيم جدا فحاول القضاء على المخلص عيد الميلاد هو عيد الخلاص عيد السلام عيد البهجة عيد الفرح عيد المصالحة عيد فعلا اللي الناس تتأمل فيه وبهذه الفترة بما فعلوا ربنا من خلال يسوع المسيح هذا الهجوم الكاسح رغم كل المحاولات ضد المسيحية ولكن المسيحية ثابتة وراسخة وصامدة لأنه بكل بساطة المسيحية هي من المسيح وإنه المسيحية هي أساس كتابي وهذا الأساس الكتابي الله اختار بطريقته وبتدبيره الخاص ولادة يسوع المسيح في اكتمال الزمن رغم كل هذا حاول العديد أن يتهم المسيحية في كل أنواع الشتائم لأنه هذه كلها ضد المسيح البعض صار يتكلم عن ولادة المسيح العذراوي هي تشبه الأساطير اليونانية القديمة أو المصرية القديمة أو الهندوسية أو الهندية القديمة وهل فعلا ريلي أنه تشبه ولادة يسوع المسيح؟ ما هو فيه تسلسل فكري من بداية العهد القديم إلى العهد الجديد تصير بخط فكري عقلاني روحاني اللي بتثبت أنه الله حي موجود وأنه ساهر على كلمته ليجريها؟ ما الغرض أنك تتشبه ولادة المسيح بولادات الأساطير؟ هل فعلا أنت قرأت الأساطير اليونانية أو المصرية القديمة أو الهندية وما شابه؟ طب اقرأ كل القصة وتكتشف أنها خرافات أساطير لا حول لها ولا أصل لها بل بالعكس يعني ضد المنطق وضد العقل والبعض الآخر والكثير من الناس تدعي أن المسيح مخلوق وليس مولود كما ينادي الكتاب المقدس وطبعا هذه البدعة إما عن جهل لأنه لا يعلم أو عن لأم لأنه يريد أن يخبئ ديانته أو يتسطر بها ليثبت تفوق ديانته على يسوع المسيح ولكن الجواب اقرأ الكتاب المقدس وقارن يكفي أن أقول هذا وفكرة أن المسيح مخلوق يعني بكل بساطة يرفض رفضا باتا قاطعا عقيدة الخلاص بحسب الكتاب المقدس والبعض الآخر أحبائي ينكر المعجزات يدعون لأنها مناقضة للنوميس الطبيعية الله خلق النموس أو يعني الطبيعية ولكن الله عنده نموس آخر فهو القادر على كل شيء وله السيادة والسلطان المطلق الكامل من يستطيع أن يسأل الله في هذا المدوع أو في طريقة تدخله في حياة البشر فالسؤال ما هي أهمية الميلاد العذراوي وكيف يعني ولده ولماذا ولد يسوع المسيح وما هي الاعتراضات على هذه الولادة الولادة من عذراء وهل توجد أدلة كافية تؤكد صحة الولادة ولادة يسوع من عذراء وهل توجد أدلة تاريخية تؤكد على هذا الحدث في هذه الحلقة أحبائي سوف أتحدث عن هذا المدوع ولكن في البداية يمكن أنت مسيّس وأنا بشوف من طريقة الفيسبوك والناس كيف بتتجاوب وأنك أنت بترمي كلمات بدون البحث بدون أنك تكون مخلص أو أمين في بعض الناس في حقد في داخلهم ضد يسوع وهذا ليس غريب فالمسيح قال أبغضوني بلا سبب وليس عجبا من بداية ولادة يسوع المسيح حتى يومنا هذا إن أكثر شخصية تقاوم هي شخصية يسوع المسيح وأكثر كتاب يقاوم هو الكتاب المقدس فالسؤال لماذا؟ هل يوجد في شخصية المسيح ما يخجل؟ أو يحرج؟ أو شيء أنك إنت بتتمنى أنه ما فعلوش يسوع المسيح؟ مرة تانية اقرأ العهد الجديد ففعلاً يحاربون يسوع المسيح لأنه متفوق متفوق جداً ولا يقارن بأي نبي ولا فيلسوف ولا حكيم أصلاً عيب أن أذكر هذا التعبير أن نقارن المسيح بأي شخصية فإذن إنكار الولادة العذروية هي إنكار طريقة الله للخلاص إنكار ليسوع المسيح إنكار للمسيحية إنكار للكتاب المقدس وكل معدى لاحظ مرة تانية كل الناس عم بتهاجم شخصية يسوع مع إنه كامل وإنه لو الناس بتتبع تعليم يسوع في هذه الأيام لشفنا المعجزات وبنفس الوقت مرعوبون ويخافون إنه يتكلموا عن أي شخصية أخرى فاليوم الصفحات امتلأت من العنصرية والكرهية رغم أننا عايشين في القرن الواحد وعشرين ومع هذا الكرهية عم تزداد والعنصرية عم تزداد ولماذا؟ هو كل ما عليك ابحث فكر وادرس وقرأ الكتاب المقدس سأتحدث عن أهمية الميلاد العذراوي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلاً أحبائي أهلاً ومرحباً بكم بتمنى لكم في هذا الشهر عيد ميلاد مجيد وسعيد وفترة حلوة مع العائلة في سفر التكوين نشوف أول تلميح للميلاد العذراوي وطبعاً لخلاص بشكل عام في آية خمسة عشر مكتوب وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يصحق رأسك وأنت تصحقين عقبه السؤال من هو نسل المرأة؟ ثم أحبائي الكتاب المقدس ابتدى يوضح هذا الموضوع في سفر إشعياء النبي إصحاح السبعة والآية أربعة عشر اسمحوا لي أن أقرأ هذه الآية مكتوب في إصحاح سبعة آية أربعة عشر ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عما نئيل العذراء طبعاً الحديث كان للملك عم بقول له عمق الطلبة رفعه ولكن أحاز الملك هو كان ملك شرير ما كانش ولكن لم يؤمن بقدرة الله فبقول له طيب أنت ما طلبتش أنا بعطيك الآية الله نفسه يعطيكم آية شو هي الآية؟ هالعذراء تحبل وتلد ابناً لاحظ تلد ابناً ومكتوب يدعى اسمه عما نئيل في العهد الجديد مكتوب تفسيره الله معنا الذي يولد من المطوبة القديسة مريم العذراء هو عما نئيل الله معنا ألم يقل يسوع حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه هناك أكون في وسط مين ممكن يقول هذه الكلمات من يتجرأ أن يدعي بهذه الكلمات من يستطيع أن يقول وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر ومين اللي بتجرأ يقول كل اثنين ثلاثة باجتمعوا في اسمي خايا الملايين الاجتماعات وكل هاي الاجتماعات يسوع حاضر في كل مكان وفي كل زمان العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عما نئيل الذي تفسيره الله معنا حاول البعض يعترض على فكرة كلمة العذراء كلمة عذراء في اللغة العبرية هي علماء علماء يعني شابة صغيرة وهل يقول الكتاب أنه رح تحبل شابة صغيرة طيب شو الهدف من هذه الكلمات بحاولوا ينكروا الولادة المعجزية في الكتاب المقدس فيه مش على الأقل أكثر يعني من ست مرات يذكر الكلمة علماء بصيغة المفرد في اللغة العبرية أو على موت على موت في صيغة الجمع في اللغة العبرية وفي كل هذه المرات بتتكلم عن العذارة العذارة يعني الغير متزوجات 250 قبل الميلاد اجتمع أكثر من سبعين علامة يهود محافظين حتى يترجموا الكتاب المقدس من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية وعلى فكرة لما اختاروا كلمة علماء ترجموها في اليوناني بارثينوس بارثينوس بتعني كمان عذراء بس عذراء لم تتزوج يعني بتول فتخيل أنت يعني كتابة الأنجيل بعد صعود المسيح يعني بفترة بسيطة سواء إنجيل مرقص والكتابات الأخرى خلينا نعطيها من وقت ترجمة السبعينية قبل الميلاد إلى الإنجيل بعد الميلاد مش أقل من 300 سنة خلينا أذكركم أنه اللي بيبحث واللي بيفحص هذه الكلمات هم اليهود واليهود معروف عنهم في التشدد والتزمت بالنسبة للكتاب المقدس لكلمة الله يعني بهمهم جدا جدا فالترجمة بتعني عذراء يعني بتول فهذه الآية موجودة في العهد القديم وطبعا ترجمت أو تمت النبوة في العهد الجديد مرة تانية في شعية تسعة مكتوب في آية اثنين الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور كلمة النور بحسب العهد القديم هي واحدة من صفات المسيح فقط المسيح هو الذي يفتح العيون لأنه دلال للخلاص وتخيل أن يسوع المسيح قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة هو النور الحقيقي فإذا بيتكلم الشعب الجالس أو السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور بكمل في آية ستة لأنه يولد لنا ولد ونُعطى بنا لاحظ الكلام وهذا طبعا إشعياء النبي يعني تنبأ أكثر من سبعمائة وثلاثين سنة قبل الميلاد سبعمائة يعني مش أقل من سبعمائة سنة قبل الميلاد تتميم النبوات بحد ذاتها هي معجزة فمن فضلك ما ترمي كلمات على الكتاب المقدس ولا تزيد عليه ولا تحذف لأنه بهاي الطريقة أنت بتواجه دينونة شوف ضقة التعبير ضقة الكلمات بقول لأنه يولد لنا ولد ونُعطى ابنا يعني المسيح مولود مثل ما النبوة تمت في غلاطية أربعة آية أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله كيف أرسل الله الذي نزل من السماء المسيح بيتكلم عنه نزلت من السماء أرسل الله ابنه هو الابن الأزلي الابن الوحيد وهذه الكلمات مهمة جدا ودقتها من ناحية لهوتية فمجرد ترمي كلام برضو ما بيزبط لاحظ الذي يولد في بيت لحم لتتميم النبوة هو الابن الأزلي مكتوب نُعطى ابنا عطية الله شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد فالكلام واضح في ولادي في بيت لحم ونُعطى ابنا عطية السماء وبيكمل وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا رح أشرح كمان شوي عن الكلمة مشيرا لاحظ الكلام الذي يولد في بيت لحم إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام بكمل في أي سبعة لنمو رياسته والسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد برضو هذه سبعمائة سنة قبل الميلاد ولما ميخنى بتنبأ عن ولادة المسيح في بيت لحم وأما أنت يا بيت لحم لست الصغرى في أرض يهودة لأنه منك من بيت لحم يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل لاحظ اللي بيولد في بيت لحم الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأذل نعم موجودة هذه الآيات في العهد القديم خليني أنتقل لكمان يعني آيات أخرى بس خليني بالأول أشارك الفكرة إن رفض الميلاد العذراوي هو رفض المخلص والخلاص ومن ثم رفض خطة وطريقة الله للخلاص من ثم هي رفض للمسيحية من أساسها ليه؟ كل الديانات بتتمحور حول شيء تعمل فراء التقوس نوميس إلى آخره المسيحية مبادرة إلهية الله اللي اختار الله اللي دبر قبل تأسيس العالم الفداء الذي أعد قبل تأسيس العالم بروح أزلي قدم نفسه في العبرانيين مكتوب في بطرس مكتوب افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب لكن إيش؟ افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم فإذن انت بترفض المسيحية من أساسها ثم رفض الميلاد العذراوي هو رفض حقيقة التدخل فوق الطبيعي انت عم يعني إلهك ضعيف إلهك مزاجي إلهك غير قادر إلهك انت هقوى منه لأنك انت اللي بتخطط له وبتحكي لهذا الإله شو يعمل أو كيف يعمل أو يختار الطريقة أو لا يختار فالميلاد العذراوي هو رفض حقيقة آية مهمة جداً حدث كلام الملاكة المطوبة مريم العذراة قال لها لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله وهذه الكلام كانت فعل على كلامه بقول هو ذا نسيبتك ألي صباط ألي صباط كانت ساكنة بعين كارم في جبال اليهودية بعيدة عن الناصري حوالي مئة وستين كيلو متر وكانت عاقر وكانت مسنة يعني كان عمرها فوق الستين وزوجها كمان كان عجوز كبير بالعمر ولكن لما ظهر الملاك في قدس في هيكل أرشاليم لزكريا قال له سمعت طلبتك يعني الرب استجاب الطلبة وبيكمل بيحكي لمريم كعلامة لإلها بقول لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فإذا أنت بدك يكون إلهك ضعيف وأنه غير قادر وغير يعني ما بقدرش يعمل معجزات أنت حر إله المسيحية هو الإله القادر على كل شيء هو الإله الذي يصنع المستحيل هو الإله الذي يتدخل في حياة الناس ثم هو إنكار للمعجزات لأنه أعظم معجزية يعني المسيح دخل للعالم بمعجزة حبلة به بقوة الروح القدس في إنجيل متة وإنجيل لوقة طبعا في بدعة كثيرة في بداية المسيحية حاولت تنكر الميلاد فمثلا الغنصية أنكرت الميلاد العذراوي ليه؟ لأنه أنكرت إنه المسيح يتخذ جسد حقيقي جسد حقيقي فهن لا يؤمنوا إنه الجسد مادي والمادي شر ولكن فعلا المسيح ولد من عذراء بجسد حقيقي ثم عندك الأبيونية اللي هي نادت إنه المسيح مخلوق يعني مزبوط إنه المسيح كلمة الله ولكن كن فيكون يعني الله اللي خلق المسيح ولا يؤمنوا إنه المسيح هو الخالق هو الخالق فإذن أحبائي يعني الأبيونية نادت إنه المسيح مخلوق عندك التيارات الليبرالية حتى يومنا هذا أنكرت الميلاد العذراوي لأنها تنكر كل ما هو معجزي وطبعا إلى اليوم بحاولوا أن يجعلوا من يسوع مجرد إنسان مجرد نبي عظيم بإنكار الميلاد العذراوي من ثم ينكروا المعجزات لأن المعجزات يعني الله خلق نواميس طبيعية بس الله اللي خلق فهو عنده نموس آخر ممكن يخلقه وإنه ممكن يعمله فطبعا كل ما هو معجزي مرفوض بالنسبة لهاي التيارات الميلادية يحنى حارب البدع منها الغنصية قال كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح يعني إذا لم تؤمن بالميلاد العذراوي أن المسيح اتخذ جسد في ملء الزمان أنه مولود غير مخلوق فإذا أنت رفضت الفكرة بحسب البشير يحنى وأنا يعني أقولها بك بصريح العبارة أنت ضد المسيح وهي الروح هي روح شيطانية روح شريرة اللي بترفض مجيء المسيح في الجسد من ثم ترفض الخلاص الكامل من خلال يسوع المسيح بعدين إذا أنكرنا الميلاد العذراوي ليسوع كيف يمكننا أن نصدق كافة الأمور في الكتاب المقدس ثم السؤال الثاني ما هو معيار القبول يعني إيه اللي بديقن عك عشان تقبل فإذا أنت رافض حترفض بغض النظر ليه؟ إذا أنت بتتبع مبدأ أو دين أو طيفي ومش عاوز تبحث عن الحق فأنت راح تحارب بكل إمكانياتك طريق الله وهذا ليس غريب على المسيحية من بداية المسيحية مثل ما ذكرت أنه في حرب شرسة شيطانية ضد هوية يسوع المسيح ثم يعني ما هو معيار القبول إذا بدكش تصدق إيه اللي ممكن أنت تصدق من لا يؤمن بالميلاد العذرة ولا يقدر أن يؤمن أن يسوع هو ابن الله الحقيقي من ثم تنكر أنه الله أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد من ثم تنكر المعجزات أو تنسب المعجزات لأله ولكن خارج عن إرادة يسوع ولكن عندما تقرأ العهد الجديد بتشوف الأمر بيختلف كليا فمتفرتكها ولا تحاول تتحايل بالكلام مثل ما منسمع على صفحات السوشال ميديا فالكتاب واضح منشوف مثلا يسوع له سلطان على الموت أقام الموت بل يعني أقام نفسه أقام نفسه من الأموات من يستطيع أن يفعل هذا سلطانه على الرياح وعلى الأمواج هو اللي خالق الطبيعة سلطان على الشياطين الكائنات الروحية سلطان على الطبيعة يستطيع أن يهدئ العواصف لدرجة استغروا من هو هذا فإن الريح أيضا تطيعه بيتساءلوا كانوا عن هذا السلطان ثم ماذا عن اكثار وإشباع الآلاف أن يمشي على الماء يعني قانون الجاذبية تحويل الماء إلى نبيذ يعني العناصر الماء لا لونة له ولا طعم ولا رائحة لما عمل المبيت صار إله لون صار إله طعم صار إله رائحة مين اللي عنده القدرة أن يقوم على هذا الشيء فمحتاج شوية إخلاص وأمانة أنك تفكر في الموضوع بشكل جدي فإذن ليه الميلاد العذراوي لأنه مثل ما ذكرت أول شي إذا مننكر الميلاد العذراوي فإذن نحن ننكر كل الإعجاز في الكتاب المقدس نمرة اثنين الميلاد العذراوي ضروري جدا لفهم أهم حقيقتين حقيقة وهوية من هو يسوع فالميلاد العذراوي خلينا نروح للحقيقة الأولى أنه مولود من امرأة أي أن المسيح هو إنسان كامل بلا خطية لكي يفدينا ويبررنا ويمثلنا أمام الله وهذا التبرير فيك تقرأ عنه في رسالة روميا لصح الخامس عبرانيين أربعة فإذن المسيح مولود من امرأة كإنسان كامل بلا خطية لكي يفدينا ويبررنا وفي نفس الوقت يمثلنا أمام الله فهو الفادي فداءه وكفارته هي كافية وضررية لكل الجنس البشري ومن ناحية أخرى لأنه إنسان كامل يستطيع أن يمثلك أمام الله استطاع أن يوفي ويردى الله يوفي المطالب العدالة الإلهية فالله قال أجرة الخطية هي موت فإذن نحن تحت عقاب الموت ولكن مجيء المسيح الكامل مولود من عذراء لم يحمل الطبيعة الخطاءة استطاع أن يفدينا ويبررنا ويمثلنا أمام الله مش بس الحقيقة الأولى هي حقيقة إنسانية المسيح أنه إنسان كامل الحقيقة التانية هو أن الميلاد العذراوي تعلن لنا ألوهية الرب يسوع المسيح إذا رفضنا الميلاد العذراوي هو رفض بكل صراحة وإنكار ألوهية المسيح وقدرته على أن يخلصنا خلي بالك أن الخلاص هو عمل إلهي كامل لا دخل للإنسان فيه حاول إنسان ولكن عجز وفشل آدم فشل يعني حتى في فترة ما قبل النموس نموس لأنفسهم بدل من أن يعبد الخالق عبد المخلوق ثم جاء النموس النموس عم بقول بيوري إنه إحنا خطاء وإنه فيش إنسان كامل وبنفس الوقت النموس لا يخلص ولكن النموس يوجهنا إلى شخص يسوع المسيح الكامل هو المخلص هو المخلص مشان هيك واحد من أسماء المسيح المخلص هي اسم يهوة في العهد القديم فإذا بتشوف ألوهية المسيح وقدرته أن يخلصنا شيء ثالث الميلاد العذراوي هو بصراحة هو الحل المعدلة هو الحل مشكلة الخطية نعم حقيقة كون يسوع معصوم من الخطأ فالمخلص أو الذبيحة ينبغي أن تكون كاملة وبلا عيب المسيح منزه عن كل خطية هو قدوس بار طاهر مكتوب عنه لم يعرف خطية لم يفعل خطية وهذه كل آيات ليس فيه خطية ولد أعاش بدون خطية لأجل خلاصنا فهو النور الحقيقي لا ظلم البت فيه نور لا يدن منه وهو الذي قال من منكم يبكتني على خطية تظهر ألهية يسوع المسيح شيء آخر عقيدة وحقيقة الميلاد العذراوي تقودنا إلى حقيقة خلاصنا بالنعمة النعمة هي عطية مجانية لا نستحق بالنعمة وحدها لأن الخلاص هو مبادرة إلهية الله اللي بادر في موضوع الخلاص الآب هو صاحب القراب زي ما قلت إن الإنسان ما عندهش أي دخل في موضوع الخلاص ثم الخلاص أحبائي هو من خلال ابنه المتجسد بعمل الروح القدس لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح حتى أن العذراء مريم هي أقرت بنفسها أنها أداة مختارة في عمل الله الفدائي تعرف مكتوب فقالت مريم هو ذا أنا آمة الرب ليكن لي كقولك فإذن هذا الخلاص يعني ولد يسوع المسيح مش عشان يكون سوبر مان ولا نبي عظيم ولد المسيح الغرض من الولادي هو أن يموت على الصليب ويقوم من الأموات لو لم يقم المسيح من الأموات فكل إيمان المسيحية باطلة لأن كل المسيحية تتمحور حول عقيدة القيامة المسيح مات على الصليب ولكنه قام وهو حي إلى أبد الأبدين وهو الشفيع وهو يتواصل ويتفاعل معنا من خلال الروح القدس ولد يسوع لأنه حمل عننا عقوبة خطيانا بعد ما أكمل بعد ما تمم النموس عننا عشان نخلص من خلال الإيمان وحده في روميا إصحاح ثلاثة متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح روميا خمس واحد فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح كورنتس الأولى خمس واحد وعشرين وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في المسيح يسوع طبعا ربنا هذه الحقيقة أحبائي ليست كبرياء بل على النقيد إن الله أخذ زمام المبادرة لو قلنا أن المسيح إنسانا وجعل نفسه إلها لقلنا هذا كفر ولكن كون إن الله خطار أن يتخذ جسد من أجل خلاصنا وهل يعصر على الله شيء طب الله لما كلم موسى كلم موسى من وين مش كلموا من النار مش معنى إنه يتكلم من النار ولكن لا نستسيغ إنه الله يغلف لهوت بجسد يعني لا يخطئ وفي نفس الوقت هو الله الذي يدير كل الكون وهل يعصر على الله شيء طبعا حاشا هذا بقودنا إلى الشكر والعرفان ويعني والجميل إنه أنا أشكر الله كل حياتي وكل الأبدية إنه الله اختار هذه الطريقة من أجل خلاصي الولادة العذروية هي في غاية الأهمية تعرف أحبائي في إنجيل متى صحاح الأول مكتوب آية أولى كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم فبيتكلم عن السلسلة الملكية وبيوصل إلى آية 16 كله عزية ولد يثام يثام ولد أحاز إلى خيره لما بيوصل عند يعقوب ولد يوسف رجل مريم لاحظ الكلام تغير التون التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح خلي بالك إن اليهود بحافظوا على سلسلة أنساب والكلام هون كلام متى البشير لأنه بيكلم اليهود عن مجيء الملك المخلص المسيح الفادي فهم بقولهن أنه فعلا بحسب النبوات أنه ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح في آية 18 بقول أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا كانت مريم مخطوبة ولكن يوسف أراد تخليتها لما عرف بالأمر لكن الملاك ظهر ليوسف قال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عم نئيل الذي تفسيره الله معنا اسماء المسيح المخلص الرب عم نئيل ويسوع يعني المخلص وهكذا كلياتها اسماء صحيحة اللي بتتكلم عن هوية يسوع المسيح انتقل الى انجيل لوقة الملاك جبرايل جاء الى الناصرة الى القديسة مريم العذراء قال لها الرب معك مباركة انت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه تحية فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لانك قد وجدت نعمة عند الله وهانت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب بالإله كرسي داود النبوة اللي قرأناها بإشعياء أبي ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت فقالت مريم للملاك كيف سؤال منطقي كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فإذا كلام مريم بدل أن الولادة عذراوية كلام الملاك ليوسف بدل أن الولادة كانت ولادة من عذراء وهذه الشهادة طبعا صريحة ووضحة سألت أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك لاحظ الكلمات وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا مش القديس مكتوب القدوس لاحظ الكلام يعني بدقة المولود منك يعني بيتمشى مع أشعية تسعة ست اللي قرأتها بالنبوة القدوس هذه صفة الله المولود منك يدعى ابن الله فهي بنوة روحية لأن المسيح هو الابن الأزلي الابن الوحيد لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فمنشوف في إنجيل متة في إنجيل لوقة وجدت حبلة من الروح القدس سألت كيف يكون هذا الملاك شجع يوسف إنه يخد مريم وهذا دليل يعني بيتمشى مع رسالة بولوس ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا الكيفية مولودا من امرأة لأحباء المسلمين اللي بظل يكتبوه على صفحة السوشال ميديا ومن رد على الجواب برجع تاني يوم نفس الشخص بيكتب نفس الشي من الآخر لوين بدك تصل كم بقول لي لم يلد ولم يولد مين قالك أي مسيحي في العالم إنه أي مسيحي بآمن إنه الله يلد ويولد أي بالتناسل الجسد الطبيعي أصلا عيب نذكرها سامحني يعني وبعتزر لأحباء المسلمين بس بالنسبة للمسيحي هذا يعتبر تجديف على الله وأنه أقول إنه الله ما عنده صاحبة مين اللي قال هذا الكلام هل قرأته في الكتاب المقدس إنه الله عنده صاحبة فإذن الكلام مش لألنا يمكن طايفة نصرانية طايفة تانية مع كل احترام ولكن المسيح مولود غير مخلوق هذا طبعا ما نؤمن به كمسيحيين يعني مريم كانت إناء مختار من الله الله اصطفاها الله اختارها فهو الله ويحمل طبيعة غير خاطئة يعني تكلم عن ولادة يسوع وأبدي مكتوب في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه والكلمة صار جسدا وحلى بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوء نعمة وحق يقول رسول بولوس عظيم هو سر التقوى هو ظهر أو الله ظهر في الجسد في أوضح من هيك في الرسالة للعبرانيين بقول يعني بشكل واضح فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشتركه أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية اشترك في جسم بشريتنا معدى الخطية لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت حتى يعطق يحررنا ونكون أبناء للرب فإذن المسيح لم يحمل الطبيعة الخطاءة المسيح لم يتورث الطبيعة الخطأ بحب أقرأ في روميا إصحاح خمسة خليني أقرأ روميا خمسة اتنعش مكتوب من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع يعني لما أخطأ آدم إحنا أخطأنا في آدم لأنه آدم الأول هو الرئيس هو الممثل الجنس البشري اللي تورث الطبيعة الخطاءة بنفس الإصحاح مكتوب لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح في آية 19 لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطأ هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبررا في آدم الثاني أو الآدم الأخير اللي هو يسوع بلا خطية آدم سقط جاء المسيح ليسترد الصورة المشوهة ولكي نكون خليقة جديدة على شبه وصورة الله الأدبية الروحية طبعا الولادة من عذراء ضرورية لأنه حالة دون نقل الطبيعة الخاطئة للإبن يسوع وبنفس الوقت سمحت للإله الأبدي أن يصبح إنسانا كاملا يعني بعيدهم مرة تانية ميلاد المسيح من عذراء يؤكد حقيقة ألوهية المسيح القدوس هذه الكلمات استخدمت في ميلاد المسيح ابن الله عمانوئيل أي الله معنا الرب النور الحقيقي وكلمات أخرى نمرة اثنين يؤكد إنسانية المسيح أنه إنسان كامل شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة شيء تالت تؤكد خلو المسيح من أي خطيئة يعني اجتاز الموت في آدم وأخطأ الجميع فكان لازم يجي آدم الثاني بلا خطيئة وهو الذي قال من منكم يبكتني على خطيئة استطاع أن يحمل خطايا العالم وينوب عنهم شيء آخر الميلاد من عذراء أكد صدق ووحي كلمة الله قرأنا من شعية سبعة أربعة عشر قرأنا من شعية تسعة ستة وقلنا الكلمة علماء ترجمت إلى بارتنوس يعني بتول وإنه مش ظهورات مثل العهد القديم ظهورات الرب في العهد القديم ولكن شيء المولود من العذراء هو الله معنا حقيقة لاحظ الكلام يدعى اسمه عجيبا من زمان يعني بيقول الكتاب في العهد القديم لماذا تسأل في سفر القضاء إصحاح 13 لأبو شمشون منوح لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب في آية جميلة جدا في في سفر الأمثال إصحاح 30 وياريت تقرأ كل إصحاح 30 في آية 4 و 5 بيقول من صاعد إلى السماوات ونزل بعدين بيكمل يعني زي كأنه صورة في التعبير كأنه حزرية أو أحجية يعني كأنه بيمتحن بيفحص الإنسان عم بيقوله طيب ما اسمه وما اسم ابنه أمثال إصحاح 30 آية 4 و 5 ألم يقل للرب يسوع في يحن إصحاح 3 آية 13 وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء أتنكر لهوت المسيح إشعياء في إصحاح 53 بيقول من صدق خبرنا الله ظهر في الجسد تعرفوا قانون الإيمان المسيح اللي بيجرى على كل الطوايف المسيحية بغض النظر الاختلافات بقول هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس في كورونترس الثاني خمسة تسعة عشر في يعني التلميح لهذا الشيء الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه يعني المسيح دخل العالم بطريقة غير عادية يعني خلينا أسألك لو أراد الله أن يأتي لنا كيف أنت كيف تريد أن يأتي إلينا كيف عاوز الله يجي على فكرة مش بس في أدلة تاريخية وهي الأدلة التاريخية مبنية على حقائق مثلا ولادة المسيح إقرأ لوق أول ثلاث إصحاحات شوف الكم الهائل من المعلومات التاريخية أنه ولد في أيام أغسطس قيصر وقيصر فعلا سن قانون بإحصاء كل المسكونة واضطر يوسف ومريم يترك الناصر ويرحوا لبلدهم بيت لحم مدينة داود ولد المسيح في أيام هيرودوس الكبير الملك هيرودوس في أيام الوالي والي سوريا كيرينيوس كلها يأدلة تاريخية مبنية على الحقائق في أيام زكريا الكاهن من فرقة أبية يعني في سفر الأخبار هاي الفرقة كان فيه 24 فرقة هذه الفرقة التامنة وعلى الأقل مرة أو اتنين كل يعني فرقة لها أسبوع اللي بتفوت حتى تنظف في منطقة القدس يعني المبخرة مذبح البخور ولاحز أنه بيذكر بالتفصيل أنه من فرقة أبية حقائق تاريخية وهكذا أحبائي يعني ممكن نستدل أيضا بتاريخ آخر مثل يوسيفوس إلى خير بس يعني بكتفي أن هاي الأسماء هي موجودة في السجلات التاريخية على فكرة الميلاد العذراوي صحيح لأنه بيتمشى مع طبيعة المسيح ورسالة يسوع المسيح يعني المسيح مش مخادع ولا كاذب بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء أنه بار لم يعرف خطية يكفي أن نقول كمال المسيح هو أعظم دليل على الميلاد العذراوي كمخلص العالم فإذن الميلاد العذراوي لما نتكلم عن الميلاد العذراوي يتمشى هو صحيح لأنه بيتمشى مع طبيعة يسوع المسيح ماذا لو قلنا أنه الميلاد العذراوي لتتميم النبوات يعني فيه تم النبوات عن ولادة يسوع يمكن ذكرتها الأسبوع الماضي فيك ترجع للحلقة ماذا عن شهود العيان الكثيرون ماذا عن حياة المسيح الكاملة ماذا عن الأدلة الكتابية ماذا عن الحقائق التاريخية حول الميلاد أنه فعلا حقيقة أنه ولد وعاش بين الناس والناس شافت معجزاته سمعت تصريحاته بخلاف الأساطير يعني ما قلش شيء ما فعلوش يسوع المسيح أنا هو نور العالم فتح العيون أنا هو القيام أقام الموتى أنا هو خبز الحياة أشبع الألاف مش مجرد كلام يعني حتى الكتاب بقول أنه الكتاب مش مبني على كلام بس مجرد كلام لكن على أدلة على برهان الروح القدس والقوة الناس شافت لما تساءلوا أنه كيف يغفر خطايا إلا الله غفر وشفه وأكد قبل العبادة قبل السجود وهكذا أمور كثيرة أحبائي اللي بتحقق على اللي بتأكد هذا الميلاد العذراوي حقيقة وجود المسيح السابق للتجسد هو الذي قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن واقتبست يحنى واحد وفليب اتنين مكتوب الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشث باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب اسمع ما يقول الرسول بولوس في كلوس الإصحاح الأول الذي هو صورة الله غير المنظور فإنه فيه أي في المسيح خلق الكل من في السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروش أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء لاحظ بكمل وفيه يقوم الكل كل الدنيا والكواكب الكون متماسك بالكلمة بيسوع المسيح الإبن الأزلي لم يأتي مخلوقا بل مولودا الطبيعة المعصومة عن الخطية ميلاد المسيح حقيقة ضرورية لكي يكون الذبيحة الحقيقية الكاملة بلا عيب فهو حمل الله الذي يرفع خطية العالم في عبرانيين تسعة مكتوب فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب ليبطل الخطية بذبيحة نفسه طب ليه السؤال شو الهدف هون المعضلة كل هداكة حتى الإعجاز يعني مقبول بالإيمان ولكن الشيء الأصعب محبة الله اللامتناهية طبيعة الله المحبة كيف نفهم هاي المحبة مش راح نفهمها على الأرض بس بالسماء نفهم ليه الله قبل الأزل عنده هاي الفكرة بسبب محبته لكل الجنس البشري على فكرة لو أنت أردت تتكلم عن أساطير يونانية مصرية أصلا بالعهد القديم الرب نفسه قدوس الله لا يطيق عبادات الأمم ولا أوثانهم أفيعقل الله بيختار طريقة أوثانية حاشة الكتاب المقدس مثل ما ذكرت له تسلسل فكري من خلفية يهودية محافظة يوجد نموس إلهي فهو واضع النموس الطبيعي دليل أحبائي أن المسيح هو كلمة الله مرقص بقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله لما حاولوا يعيروا يسوع حتى اليوم أليس هذا هو ابن النجار ابن مريم ما اليوم بعد بقولوا ابن مريم بدهن يقولوا ابن الله طبعا هذه الآية قيلت للإهانة حتى تدل أنهم أو تنكر ولادة يسوع من عذراء هذا شيء بسيط أحبائي اللي بتدل على الميلاد العذراء طلب من المسيح ولد من عذراء لخلاصك شو رايك تختار في هاي اللحظات تقوله يا رب خلصني ارحم يا رب أنا بتوب أمامك أنا بتوجك مخلص ورب على حياتي على فكرة إذا أنت صليت هاي الكلمات ابعت هيك بالفيسبوك رسالة قول أنا قبلت المسيح إذا محتاج مساعد روحية بكل صرور كل عام أنتوا بخير والرب يبارككم